السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبان تمنكم يا رب تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله غد نبدأوا حلقتنا ديال اليوم اللي غد نشوفوا فيها 3 اقتراحات بالسردين 3 اقتراحات اللي كيجي وشهوة منهم كلش هوة نسيكم في الخرق يعني بغيتكم تجربوا السردين بهالطرق كيجي هائل كيجي لديد طيبة ديال السردين مع شليدات مرافقة وعاصر ديال باربا كيجي غزال ايضا سردين كواري بطريقة الكواري المعلبة كيجي وحد المدق فيهم خاطر مثل الذي يبعو احسن بكتر لان هذا تحضير منزلي ما فيه لما وضحها في دلولو ايضا مع سلطات مرافقة وخادي نشوفوا ايضا صينية ديال السردين رولي كيجي غزالة بالبصلخ الضارية كيجي ايضا هذا الطبق هائل والديد 3 اقتراحات كيف قلت في المتناول الديدة صحية وغزالة ديال تبراح بالسردين يعني بغيتكم جربوهم بهالطرق بثلاثتهم كيجيوا هائلين هائلين اقتصاديين كيف قلت في المتناول والدد للدد عن جد اول اقتراح غادي نبدو به هو هذا عندي هنا كيلونس ديال السردين اللي نقيتهم طبعا الحال حيتليه السلسول وكان حيتليه تالجل ده وكان قسموه في الناس بما انه هنا سردين كبير يعني دبام كين هاد سردين كبير كان قسموه في الناس وكان حيلي دك الشوكة ديال دهار ديك الجليدة دوك الشوك ديال الجناب يعني حيدلو ديك شوك هكا ديال جناب صافي وخليتو جانبا غادي نشرملو بالنسبة للتسبيل باش غادي نتبلو هاد سردين اللي قامة ديال حوت العادي اللي كنديرو كاملي كيلونس كيف قلت ديال سردين انا عندي واحد ستلفص ديال توم محكوكين عندي جوج معلق كبارسل كلاثة ديال الارباح مقطع بقدون سوكوز برا مقطعين معلقة صغيرة عامرة ديال الكمون نص معلقة ديال سكينجبير معلقة الصغيرة عامرة ديال بابريكا ومعلقة صغيرة ديال كوركم ومعلقة صغيرة ديال ملح العاصر ديال السحامضة جوج معلقة ديال الخل والقليل من الماء باش غادي نخفف هاد اللي قامة هادي وكندوقوها يعني لخص الملح اللي كي بغي الهريسة ممكن يضيف شوية ديال الهريسة وكده كان بدا نمرر دوك الأنصاف لقطع ديال سردين بهذا الشكل قيمة واحد ساعة ساعة ونص كل مشرب لنا اللي قامة كل ما كيجي لديت هادي وصفة سهلة سريعة تحضير ضغياتها توجد معاكم عندي هاد القطيبة ديال عود اللي كنت مرقضاهم في الماء شوية ديال الفينو وعندي فلافين اللي قطعتها مربعات كان أخذ دوك القطع ديال السردين دهار دياله هو اللي كانو ضعف داك الفينو وكان بدأ نلفهم كما هو موضح في الصورة كانو ضعف ديال فلفلاء وكان بدأ ندير هادوك اللفائف ديال السردين وطريف ديال الفلفلاء هكا حتى نكمل القطيبة ديالي يعني ركا نوضع غير الضهر ديال السردين ماشي الداخل سا في الشكل راه واضح اللي بغت شويهم على الفاخر كيجيوا أيضا لداد وغزالين أنا غادي نطيبهم في الفران ممكن أيضا ديرهم تفعال آلة البانيني ولا المشوات الكهربائية ولا المقلات الهوائية يعني كيف ما أحبت خاطركم كل أخت يعني توظفهم كيف ما بغت غادي نبقى مستمر راح تنكمل القطيبات ديالي بالكامل وضعوهم في اللاطم الأحسن تكونوا نفرشي لها ورقة طهي أنا دهنت اللاطم زيان بالزيت وكان عاود ندهنها كل القطيبات ديالي كامل بالزيت باش قبل ما ندخلهم الفران وندخلهم الفرن ساخن على درجة حرارة 140 درجة النار من الأسفل ومن الأعلى في آخر هنا يعني مني دخلتهم كان بدونوا نوجد الشليدات ديالي عندي هنا هاد النوع دي المعجنة تقريبا واحد رابعة مسلوقة ثلاثل مقطعة واحد نصف الفلح مرانسف الفلخضرة عندي واحد ثلاثات الجزارات مكعبات بحل ما كان مسلوق أيضا عندي واحد الحبة ديال لافوكا وبالنسبة للتتبيلة اللي غدا ندير لها السلطة عندي جوج معالق كبار ديال زيت زيتون معالقة كبيرة عامرة ديال الخل القياس ديال ملح ديالو تشوية ديال فلفل أسود واحد نصف معلقة ديال المطارد اللي كيبغي المايوناز خاصة هاد النوع ديال المعجنة هاد يبدات هاد النوع هادا كيبغي ليسوس يعني كيبغي كن أنا كنحاول نقص شوية من السلطة يعني تفادي لكم عارفين الكوليستيرون تخيلي سيغيد يعني كنحاول ما كان قدر الإمكان أنني نقص شوية من ليسوس إما الأخوات لي ما عندهمش مشكل هاد النوع بدات كيبغي ليسوس يعني كتبغي المايوناز كتبغي هادا باش كتجيزوينة وتبها الطريقة راها كتجيزوينة هنا عندي صلطة مغربية ماطيشة بصيلة خيار شوية ديال خاص الربيع مع دنوس مقطع غدا نضيف لي زيت زيتون واحد معلقة كبيرة ديال الخل رشة ديال ملح رشة ديال فلفل أسود واحد شوية ديالكمون قريبا واحد الرسل معلقة هكا ديالكمون سافي هادو جوش شليدات ساهلين في المتناول دغية وجدو معاكم معا كان وجدوش شليدات القطيبة تراهم في الفران باش مليكن نحط أطباق ديالي كيكون يعني كل شي واجد سافي من بعد ما وجد شليدات مباشرة غادي ندوس العاصير نعندي واحد ثلاثة الحبات صغارين هكا ديالباربة بدون سلق أن الباربة مبقتش كان سلقها بتاتا قطعتها بهذا الشكل طريفة صغار معا عسر ديال ليمون وطحنتها القطيبة ديالي هادو هو الشكل ديالهم اللي خرجتهم الفران الأخت اللي خافت أنهم لتقوليها في اللاطة تدير بابي كويسة تفرج لهم ورقة طهي أو لجد هن اللاطة ديالها مزيان سافي من بعد ما طابولنا القطيبات غادي نبدأ ننزل شليدات ديالي بهذا الشكل وتديروا أي نوعية يعني ما تحدوش بهذا بهذا شليدات ممكن تديروا غير شوية ديالعداس مع ديك شليدة ماغوكا مع القطيبات يعني كله أو للروز أو للشنو ما عندكم موظفو سافي وهذا هو ملق طيبة ديالنا كيجي ولداد شهوة منهم كيجيوا رائعين رائعين ولدادين وطريقة يعني كل مرة كان نوعه هكا في الأطباق ولو كتكون حاجة غي بسيطة يعني لا عرفتي كيف أشتقديها وتحطيها وهذا تطلع منها كيف كان قول دائما أطباق راقية ويرى مسائل بسيطة ممكن تطلع منها شهوة راقين والعاصر ديال الباربة والليمون كيجي غزال أيضا ما شاهدكم فيه أنا الليمون عندي حلو ما ضفت لسكر لاتشي حاجة وهدي هي غضيوتي ديال هاد نهار وتقسمتها معكم نتمنى يعني هاد الاقتراحات تنتوا ما تجربوهم في بيوتكم كيف قلت وينالوا استحسانكم وريضاكم اللي عند هالفاخر بغد تديرهم عن الفاخر غيجيوا روعة واحتف الفران جولدادين وجوهائلين جدا طريقة صحية بدون قلي الطريقة الثانية هي هاد الكواري ديال السردين مثل المعلب تماما كيف قلت وهدو احسن لاننا بحضرينهم بتحضير منزلي عندي ايضا كيلو ونص ديال السردين بصيلة والتوابل غادي نشوفوها وحنا كنحضر الوصفة واحد تريف ديال الحامض الربيع ايضا خمسة ستة الفصوص ديال التوابل حتاجيت لي هنا الكمية يعني كتبقى مفتوحة عندي كيلو ونص ديال السردين طبع الحل نقيتو حييت ليه ديك الجلدة دياله عندي واحد الحبة ديال بصيلة صغيرة داروري نص ديالها عندي واحد نص حامضة مرقضة عندي استدفصوص كبار ديال التوم جيجمعا الكبار ديال الربيع والتوابل غادي نشوفوهم وحنا كنخدموه اول حاجة قني استطحنت الربيع في هذا البول فنفسوني تقلت ما هي لاش نغسلو فيه فاش قدي نتحن حتى الاسردين ديالي مع ذيك الحبة ديال بصيلة ذيك اللي البصيلة وثومة اللي كنت تطحن معاه كتحييد ليه الزفرة ما كيبقاش في داك الجهد ديالو ما كيبقاش باتاتا ومن خلاص ما كيكون سردين جديد راه كيكون يعني زوين تحنت كيف قلت داك الاسميتو غير ما تدعقوهش بزاف يعني تتحنو يبقاش شوية مداير ما يتسحقش قاعة اي اتنيل استات الفصوص ديالتون بصيلة صغيرة كيلونس ديالستردين منقي ومحيدة لي كيف قلت السلسول وحتى داك الجليدة ديالو باش كيجي لون ديالو هكا شوية بيض ما يجيش داك ما يجيش لونو زرق سافين بعد ما تحنتو غدا نوضعو في ايناء وغدا ننضيف ليه باقي التوابل العطرية ديال الحوت العادي اللي كنديرو يعني ما كينش شي اضافة العطرية ديال الحوت العادي انا طحنا معه تدك نص حمده مرقدراني طحناها معه كتعطيه واحد المدق غزال كيجي بها هائل حمد مرقد كيعطيه زوين واحد المدق زوين كيف قلت وما كتجيش فيه داك الجه ديالو بتاته اللي بصلى والتومة والحامض كيي يهرسوا ليه جهد ديالو وكيجي وكيعطيه واحد المدق رائح يعني غلا تبعو هاتطريقة ستدخوني olhar هكا ديجي هائلة غادينضيفلي معلقة صغيرة ديال سكنشبير غادينضافليها الرسل معلقة ديال اولى معلقة صغيرة ديال الكمون الرسل معلقة ديال البزار اولى الفلفل اسود معلقة صغيرة ديال كركم اولى الخرقوم بلدي معلقة صغيرة تكون شوية عامرة و معلقة صغيرة عاود تكون بومبي يعني معلقة تكون عامرة مزيان ديال البابريكا أو للتحمير أنا هذي رح تحضير منزلي و عندي القياس ديال الملح تقريبا واحد معلقة صغيرة ديال الملح غير ما تكترش لأن الحمض مصير مالح و كيف قلت واحد جوج معالق حسن لثلاثة المعالق كبار ديال الاربع بقدون سوكوز بارة يكونوا ممتقطقين سوف نعركهم زيان باش كندخل يعني ذك التوابل في ديال الكفيتة و يعني و كتنساها جمليا المكونات ممكن توجدوها على تيساعة و تخلي واحد ساعة ترتاح يعني حتى كتتتلداد و كتتشرب ديال التوابل عاد ديرو للمرحلة التانية من الأحسن اللي بغت تزيدو حد لعصرة ديال الخل أو لعصرة ديال الحامض هذا ممكن صافي هدا هي الكفتة ديالنا أنا خليتها رتاحت واحد ساعة عاد ديرس هاد المرحلة التانية في تنجرة ديال الضغط غادي نضع فيه وحد ربع كأس ديال زيتون تانسكا سوك يبغيز زيت بزايد غادي نضع فيه جوج صوص ديال التوم واحد جوج ورق موسى كبارين و عندي تقريبا واحد أنا هدي سلسطة تماطم تحضير منزلي نقولوا واحد الكاس مع مرش ديال سلسطة تماطم نقولوا جوج مطيشات محكوكين مزيان مع القصغرة ديال القصبور يابس واحد الرسل مع القتاوي بالاخر غادي نديرو الرسل مع القفاقط القصبور يابس هو اللي مع القصغيرة الرسل مع القديل الكمون الرسل مع القديل تحميره الرسل مع القديل سكينجبير وممكن ديرو حسام زيود ديال الحار اللي كيبغي الهريسة او للهريسة نيت واحد شوية ديال الماء ما كامل شروب وع كأس ديال الماء غير باش أنا غسلت بيدك سلسطة تماطم من دا كلوبول سافي خلط المكوينة جيدا كورت الكويراس ديالي وغادي نوضعهم هكا في التنجرة نقفل التنجرة ديالي ديال شوية ديال زيت كيف قلت هي كتبغي شوية ديال الزيت ديرو حتى النسكة ديال الزيت زيتون او للمنزيج بيناتهم بزوج وممكن ديرو حتى جوج دوائر ديال الحامض يعني او لع عصير ديال نسحامضة هكا واحد شوية تعصروك يعطيها ايضا واحد الماداق غزان قفلت التنجرة ديالي على نار مهيلة مجرد ما كتصفر التنجرة ديال خمسة ديال دقيقة صفر نحسبليها عشرة دقيقة مرت صفر سوف نتفعلها وهذا هو الكويرات ديالنا كيكونوا واجدين وصدقوني كي يجيوا لداد كي يجيوا لداد كي يجيوا لداد كي يجيوا رائعين غير ديالك الكويرات في ديال القطيرة ديال الزيت كيف شفتو بهذا الشكل ممكن ديروها في شقرعة ديالزاج تحتافضوا بها في تلاجة تبقى معكم تلتيام لا غير يعني ما تعداش تلتيام وهدو هم الكويرات ديالنا كي يجيوا رائعين انا متأكدة لجربتهم الوليدات غياكلوهم بدون نقاش وغادي نشوفوا مع بعض دنجال محمر في الفورن كي يجي ايضا هائل عندي ثلاثة الحبات متوسطين ديال الدنجال عندي جوج حبات ديال البيض عندي تقريبا واحد نسكس ديال الدقيق وعندي تقريبا نقول واحد كأس ديال البقسومات او للا شابلوغ في كل واحد غدا نضيف ليه رشة ديال البزار رشة ديال الكمون هكا رسل معلقة رسل معلقة وغدا نضيف ايضا رشة ديال البودرة التون ورشة ديال الملح يعني في البيض في الدقيق وفي لا شابلوغ وبالنسبة لا شابلوغ غدا نضيف ليه ايضا واحد جوج تل ثلاثة المعالقة كبار ديال الجبن مبشور من الاحسن يكون جبن ايدام ولا موزاريلا ولكن جبن ايدام كي يجي ارد مبشور وكنخلط هدك لا شابلوغ بدك المكونات هكا جانبا ونخلطو عاود ذاك الدقيق بدك التوابل وذاك البيض ايضا بدك التوابل نطربهم ونخليهم جانبا وصفة سهلة وقد جيها الى جدا وكيف قلت هدير اكا تخرجت بارك الله لا اعطاها ثلاثة الحبات متوسطين رح تيعطيو قياس يعني ازوين ومتأكدة ايضا يلي جربت الوصفارها غزارة سوف نأخذ نجال ديالين بعد ما اغسلتو سوف نقطع دوائر لا يكونوا شرقاق وعود لا يكونوا شغلات بثاف هذا هو السمك ديالهم السمك العادي اللي كنديروه هادي كتبقى احسن من القلي يعني الناس اللي كي بغوا يتفده القلي يديرو هالطارقارة هكا تجيغزالة وضعتهم شبكة وغادي نرشع لهم شوية ديال الملح بغت تديرو عليهم شوية ديال الخل او لعصرد الحامض ممكن يعني نديرو عليهم واحد شوية ديال الملح باش ما يجيوناش باسلين سوف وكان نأخذ لاطا نكون فرشا لها ورقة طهي وكان بدأ نأخذ كل دائرة كان مررها في الدقيق وكانسوس منها الفائد ديال الدقيق وندوزها في البيض من الجهتين وكاندوزها في ذاكلا شابلوغ ونحاول يعني نعمرها بذاكلا شابلوغ تلبس اليم زيان بذاكلا شابلوغ او للخبز المحمس المطحون والطريقة رها واضحة غد نبقم السا مرة بنفس الطريقة حتى نكمل كمية ديالي كاملة يعني تدوزوهم في الدقيق وتحيدو الفائد ديال الدقيق وفي البيض ثم في البقسمات او للخبز المحمس المجروش مع ذاكلا شابلوغ ومليكن ضيفو ذاكلا اضافات ديال التوابيل في كل هذا كيجي يعني كيجيو لدات بعد ماكملت الكمية كيف قلتها هي دي بالكامل غادي ناخد تقريبا واحد جوج معالق نوضعهم ديال الزيت ونضعهم في زليفة وناخد غير بشويتا بدن دهنهم باش يجيوني محمرين من الفوق وندخلهم الفرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة نار من الأسفل ومن الأعلى وتراقبوا الطهي ديالهم تقريبا 35 على مقادن 45 دقيقات يكونوا واجدين وصدقوني كيجيهم قرمشين من برا وحد القرمشة وحد المدق فيهم غزال ومن الداخل رو طبك يدوبوا في الفم كيجيو رائعين رائعين يعني وصفة غزالة عن جد وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما نزلتهم في طبق التقديم كيجي وروا عاشه ومنهم ممكن هادو توضفهم حتى لوليدات المدراسة يعني مع صندويت شاترا هم كيجيو غزالين والسلطة الثالثة هي سلطة الفلفلة مشوية ايضا في الفرن كيجي ايضا رائعة سهلة في التحضير وكيجي غزالة هنا الفلفلة كانت عندي في الدار يعني المتبقى اللي كيبقى النادي الفلفلة في قدية ديال عشر ايام هي هادي ممكن تاخدو الكمية كتبقى مفتوحة كندهنها كبل قليل من الزيت نضع لها ورقة طهي وكندخلها الفرن كتشوى بها الطريقة كتجي رائعة جدا كتجي غزالة وكتديرو كمية كتيرة فاقتواجز ضغية كتوجد نخليها ريتا ما كتبرد واحد شوية بعد ما خرجتها من الفران سافو كيشفتو سهل باش كتحيدو داك القشرة الفقاني سافو كنشقها وكنحيد لي هاديك الزريعة ذاك البودور وديك نباتة ديالها سافو نقطعها هادو من شريدات اللي ضروري منهم كيكونوا يعني مرافقين لنا أطباق السماك وكيكونوا يعني مرافقين حتى الأطباق ديالنا يعني دوك جناب الترسيل دا روري منهم سهلين وسريع التحضير نقطعها كمربعات اللي بغا تشحرها تسوطيها واحد شوية في زويتا والتومة والربع ممكن واللي بغا تكتفي بهذه المرحلة هي كجيبها غزالة ضفت لها مع القص غرد الكمون رسل مع القضية اللي بزار قياس هادية الملح وزيت الزيتون ممكن واحد العسرة ديال الحامض ضلت لها حتى مع القضية للربيع وممكن فصل ديال التوم أنا نسيت تومة ما درتهاش من الأحسن ديروا واحد الفصل ديال التوم صفيوها السلطة ديالنا واجدة سلطة أيضا خفيفة بدون قلي وبلا ما نشويوها على القاز يعني في الفورن كتجي سهلة وسريعة التحضير وكتجي صحية والديدة وهدو هم اقتراحاتي ديال هاد نهار أنا زيت عليهم شلطة ديال مطيشة اللي ضروري منها والفريت كيف كتعرفوا الوليدات ضروري من الفريت اللي حضرتوا في هديك الآلة المقلات الهوائية وهدي أيضا اقتراح ديال مائدة غداء كاملة مكمولة بشهوات لكتجيش هو منها رائعة والديدة الاقتراح الأخير هي هدو الصينية ديال السردين في الفورن أيضا تبقي جهائل هائل والديدة عن جد هدو الصينية هادي أنا أخدي جوج كيلو ديال السردين بطبع الحال غسلتو نقيتو كتحيدو ليه ذاك السلسول هاك كاملواس دو كجنيو حات لي كيكونوا في الجناب ذاك الجن حعود لي كيكون هاكا في الدهار ديالو وتخليو حتى كي تسقطر يعني مزيان وكي نشف بهذا الشكل أنا كنعصر عليه الحامض وكنخليه كي تسقطر هنا عندي تموحا واحد ست الأكثر تبونك عندي واحد ده الذى ربعة دي آمري ديال الربيع مع يلقى صغيرة ديال خرطن بالتي مع يلقى الصغيرة ديال سكانجبير مع يلقى صغيرة ديال الكمون والرسل مع يلقى دب صغيرة Partil dye سوف نحتاج مع القصغرات الموتار و الخل و نعمره بالبصلة الخضارية سوف نعمره تقريباً هنا سوف نستطيع العريشات كرقاقين سوف نقطعهم بهذا الشكل و نعاود و نرقوهم جيداً بالقراطة كيف تعرفوا البصلة كتهرس لي الجهد دياله و يعني ما كتبقاش في ذلك النسمة المجهدات ديال الستردين بتاتا و خاصة استردين جديد على ديك البصلة سوف نضيف التوابل و اضيف الدوكستات الفصوص ديال التوم سوف نضيف الربيع ديالي تقريباً 1 ربعات المعالق كبار يكون عامرين ديال الربيع قصبر و المعدنوس مع القصغرة ديال الموتارد و بعد المرة سوف نضيف لها تسلسة صوجة يعني أنا غير حيث كي لي ما كيبغي هاش وتفاديتها مع القصغرة ديال الخردل اولى الموتارد الهريسة اولى الحاركة تبقى حسب التوق و تقريباً غاد نديرو واحد ثلاثة المعالق كبار ديال الخلب يكونوا عامرين و عاصر ديال الحامضة صغيرة كيف قتعرفوا الحود كيبغي الحامض هادي هي التتبيلة و هادي هي تشرمولة باش غادي نشرملوه و باش غن عمرو السردين ديالنا على ها التتبيلة غا نضيف لها شوية ديال زيت زيتون تقريباً واحد معلقة كبيرة حتى الزوج ديال زيت زيتون واحد شوية ديال الماء يعني باش نخفو هاد التوابل تقريباً ايضاً واحد جوج معال كبار هاكا ديال الماء و نمزج هاد المكونات مزيان يعني حتى ديك البصلة و ديك التوابل كي نساجموا مع بعض دياتهم كتجيبها حشوة يعني في المتناول دي ده و كتجي كيف قلت هائلة و كتهرس دك الجهد ديال السردين يعني كتجيبها غزالة ممكن اللي بغا يضيف الجبن مبشور ايضاً كيجيبها غزال ممكن سبانيخ ان شاء الله نشوفهم يعني في اقتراحات اخرى و كنبدأ نشرمل و في نفس الوقت كنعمر وكلف يعني انا كنشرمل و كندير في شوية ديال الحشوة كيف عندي جوش كري يعني بس كفاني الحشوة لكل شيء و هنا عندي دقيق الساميد الناعم اول الفينو كنمرر فيه هاد هاد اللفائف ديال السردين بهاد الشكل و كنوضحهم في صينية اللي غادي تدخل الفرن غنقام استمره بهاد طريقة تنكمل الكمية ديال كاملة انا يعني زي حمدهم باش كفاتني هاد الصينية غدا نضيف لهم فعل تالي واحد رشة هاك اولا شوية ديال زيت زيتون هاكده من الفوق تقريبا واحد ثلاثة المعال كبار هاكده ديال زيت زيتون و كيف كتعرفوا السردين هو تيطلق الماد يالو بالتالي ما غنضيف لها ما لاتشي حاجة ورق موسى يعني واحد لاتها هاكد الورقات اورق الرند اولا اورق الغار اولا اورق موسى اللي غدا نضيف هاكده في الجوانب و غدا نضخل طاديا للفرن الفرن طبعا الحال ساخن على درجة حرارة ميتين وستين درجة نرمي الاسفل من الاعلى و تخليه يعني حتى كيتحمر كيكتسب داك اللون محمر صافي و الطبق ديالنا غايكون ان شاء الله واجد على ابعد حد واحد خمسة وعشرين دقيقة فهدل اثناء انا اختيت هاد البطاطة الصغيرة هكا بالقشر ديالها دلتها كتتسلق في الماء طبع الحال كنغسلوها في الاول و عاد كنضيفو لها الماء وفتنجرة وننخليها كتتغلى بعد ما طابت غاي كتبداها كتسميتو كنعرفو بانها طابت غاي كتبدا تشقق نعرفوها بعد ما تفوتوش لها الطياب صف وغادي نقشر هاكت تقشر بسهولة بهذا الشكل وغادي نقسمها فالنصف انا للاسف هاد اللقطة كان يسحب لي كنصور وانا ما صوتش بالنسبة للتوابل عندي معلقة صغيرة ديال الملح عندي ايضا واحد ربعات المعالقة ديال زيت زيتون عندي رشة ديال اعشاب تنسيم رشة المعالقة ديال البابريكا ورشة هكا ديال الابزار او الفلفل اسود اللي مزجتهم ودوز فيهم هاد البطاطا هادي وفلاطة للفرن نفرش بورق سلفي غيزي غدي ندخل للبطاطا ديالنا تتحمل كتجيبها هائلة مقرمشة وكتجيبها غزالة على ما توجد لي البطاطا والسمك على الخفيف يعني غادي نوجده ديسير او لتحلية سريعة فيها عصرة الليمون والفواكه اللي عندكم في البيت توضفوها يعني صلاة دفخوي سريعة تحضير هنا عندي شوية ديال تفاح شوية ديال كيوي وهنا كان عندي شوية ديال بلوبيري وهذا في المجمد بغيت نستغله يعني صافي الدسير حاولوا ما امكان ما يفوت شهر في المجمد تل شهرين ابعد حد استغله انا احتلافات وطال كان استغله في المرباء او للكونفوتور ما كان بقاش ناكله هكا هذا يعني باش ما يفوتش يعني هذا خسني نحيده من المجمد واضفته في هاد ديسير او هاد السلاطة وما غنضيف لها لا سكر لا تشي حاجة الليمون عندي حلو والفواكه حلوة فقط وزعت الكمية على الكؤوس وغنضيف لها عصير برتقال وها التحلية ديالنا واجده او للدسير ديالي واجد كي اللي كيعجز انه ياكل دسير يعني بها الطريقة كي ياكلوه الوليداس كي يزعموه ياكلوه والبطاطة ديالنا بعد ما خرجت من الفرن كتجي كيف قلت واحد القرمشة فيها وارتباه من الداخل وديك تتبيره كتعطيها واحد المدق هائل وان شاء الله المقادير غدي تلقاهم مضبوطة في صندوق الوصف كما تعودنا مع بعض بعد ما احطيت الاطباق ديالي غدي نوجد ايضا سالة ضروري وحد سالة خفيفة مرافقة اوراق ديال خوص وهكا تماطم كرازيل قطعتها انصاف وغدي نوضف فيها هاد البسباس المخمر اللي كنت وجدت معاكم كي يجي مدقه هائل جدا هاد المخمرات ديال الخضر كتجي هائلة جدا وكتجيني عليها كتير تساؤلات على هاد الماء هاد الماء توضفه في صلصة الفينيجرات كي يجي هائل او لبديل صلصة الفينيجرات انا كنوضفها غيه هكا ما كنزيد معها تشي حاجة ما زال المحتوى الباقي كنبسح القرعة ديالي من اي تعفن كنغطيها كنوضعها في تلاجة وتناولها في درف اسبوع وهذا هو الصينية ديال السردين بعد ما خرجتها من الفرن كتجي شهيوة كيف قلنا سريعة تحضير لديدة غير مكلفة من باب تغيير وكتجي رائعة جدا وبهكد حلقتنا دياليوم غادي تكون سالات نتمنى هات ثلاث اقتراحات ديالوجبات الغداء كيف قلت كل وجبة فيهم شهيوة كاملة مكمولة يعني بشليداتها بكل شي لها بطاقة طريقة اقتصادية بأطباقة اقتصادية ومتنوعة وفي المتناول والديدة كل شهيوة تنسيكو في الغراء نتمنى هات ثلاث اقتراحات ان شاء الله يروقوكم تجربوهم ان شاء الله في بيوتكم وتاكلهم بس حولنا شكرا للمتابعة وانتظروا في الحلقات المقبلة باذن الله